جولة تفاقودية إلى مشاريع مدارس المزارعين الحقلية في عجلون قام بها مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نيزار حداد ومدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الدكتور بشار الزعبي هذه الجولة هدفت إلى متابعة نشاطات مشروع التنمية الريفية والتشغيل ولقاء أصحاب قصص نجاح لمشاركين في تلك المشاريع وقد أوضح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية أن مجموعة المدارس الحقلية في الأردن يبلغ مائة ومدرستين وتبلغ حصة محافظة عجلون منها 17 مدرسة 12 منها مدارس حقلية و 5 مدارس تصنيعية